إلى ذلك رحب مواطنون بخطط توسعة المدينة عبر شركة إيطالية مؤكدين أن القرار قد يسهم في تقليل أسعار العقارات فضلا عن الزحامات فيما أشار قائم مقام الموصل للدجلة إلى أن القرار يصب بالمصلحة العامة توسعة المدينة أولا الإيجارات راح تقل أسعار البيوت أيضا اللي حاليا تشهد مدينة الموصل راح تقل بالكامل ثانيا راح يوفر فرصة عمل إذن توقيع التوقيع مع الشركة الإيطالية والبدء رسميا طبعا بتوسعة مدينة الموصل هذه بادرة جيدة وبادرة إيجابية يعني حقيقة ليس على الموصل فقط بل على محافظة نينوة بشكل كامل صراحة توسعة المدينة راح تتحنت شتير أبواب أنه التنفس المدينة قل الزخم العقارات تنزل أدنى أبو المئة مليون يجد يصرب خمسين مليون وبنفس الوقت أيضا الزخم الزخم اللي صايف المدينة أنه من العصرية تطلع مستحيل ترجع وانت من وقت أنه تفوت بالزحام ما يقل من ساعة هذه التوسعة سوف تؤدي إلى بناء جديد وتوسعة المدينة وأحياء جديدة أكيد هذا راح تخفف الزخم وتقلل من كاهل المواطن اللي عانى كبير نتيجة الازدحامات ونتيجة لعدم وجود أراضي داخل مركز المحافظة إلا بشكل قليل جدا لكن إن شاء الله التوسعة راح تخدم المواطنين وأيضا سهل أمرنا بوجود دور سكنية وعمارات أيضا على هذا المنوال أكيد يعني يجب أن لا يكون هناك اعتراض مادام مصلحة عامة ومادام الأمور تقتضي وستستوجب في هذا الوقت أن تكون هناك توسعة للمدينة نتيجة اختناقات الكبيرة كما ذكرت في داخل مركز المدينة اشتركوا في القناة